تتنوع أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية لتشمل خطة تدريبات تجمع القوات المسلحة المصرية والسعودية للنقل الخبرات وتبادلها مثل التدريب البحري المشترك مورجان والتدريب الجوي المشترك فيصل كما شاركت القوات المسلحة المصرية والسعودية في تدريبات الرعد الشمال ودرع الخليج وتحية النصر والنجم الساطع علاقات متميزة تشهدها العلاقات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية خاصة في ظل حرص الدولتين على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية تشتمل على مجموعة هامة من التدريبات المشتركة التي تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية لأبطال القوات المسلحة في مصر والسعودية حيث تحرص الدولتين على تنفيذ العديد من التدريبات في هذا الشأن وتشترك مصر والسعودية في تنفيذ التدريبات الثنائية المشتركة أو المشاركة في التدريبات المتعددة مع دول أخرى وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على القوات المشاركة وتنسيق الدائم والمستمر بين البلدين وعلى صعيد التدريبات الثنائية المشتركة شهد العام الجاري تنفيذ التدريب البحري المشترك مورغان 17 الذي يتضمن تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية كما يتم تنفيذ التدريب المشتركة بوك 5 والذي تشارك في تنفيذه عناصر من المشاوى المدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية أما على صعيد التدريبات المتعددة تشارك القوات الخاصة المصرية والسعودية في تدريب رقل واحد وعشرين الذي يتم تنفيذه باليونان بمشاركة اليونان والإمارات فضلا عن التدريب المشترك طويق سنين بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب كما تشارك القوات المسلحة في مصر والسعودية بالتدريب المشترك ميدوزا عشرة الذي يتم تنفيذه بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب التدريب المشترك سيف العرب يعد من أهم التدريبات المشتركة التي يتم تنفيذها حيث تشارك به عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية التدريبات المشتركة تشتمل أيضا على التدريب البحري المشترك الموج الأحمر إسنين بمشاركة كل من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن والجيبوتي والذي ينفذ لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية تعد شاهدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعيدة والمستويات وتؤكد على مدى التنصيق الدائم بين البلدين ترجمة نانسي قنقر